مروان انت وتنين هتقول لي بحالات الحالة اللي كان فيها ريال مدريد يلا بينا انا بس عايزة نوع عن نقطة ان ممكن استراتيجية جيم تكون نجحة لكن الاداء الفردي للعيبة ما ينجحش طريقة لعب وده هنبينه في الحالات تعال نبدأ بحالات ماتش ريال مدريد وباريس سنجرمان ونشوف هل ريال مدريد فعلا نجح ان هو يخرج في البلداب وكانت فيه مشاكل للخرج بالبلداب ولا اول حاجة انا جايب الخريطة دي علشان نتكلم على نقطة مهمة جدا المناطق دي هي مناطق خسران الكورة لريال مدريد خسران الكورة دايما يا هوبا ويا كريم في المناطق اللي هي فيها الترانزيشن المناطق دي انت بتحاول انت تكسب الكورة وتعمل ترانزيشن ريال مدريد خسر الكور دي في كل المناطق اللي انت بتبدأها في التحولات تعال نشوف الصورة اللي بعدها الحالات بقى من الملعب بتبقى عاملة ازاي دي اول حالة عندنا بوس باريس سنجرمان ضغطين عالي كل لعيب مرائب لعيب زي ما احنا شايفين على الصورة كورتواء لعيب من اهم اللعيبة اللي بتعمل البلدوب برجليها بشكل كويس في نجمة على لوكا مودريتش ليه النجمة دي انا شايف ان لوكا مودريتش هنا هو مش عايز يستلم الكورة هو مخبي نفسه ورا فيراتي لو لوكا مودريتش سحب نفسه قدام فيراتي ريال ما ديت بقى عنده حي اسمها بلاس وان بقى عنده واحد مش مراقب او بقى عنده فيراتي تلع قدام فانا فضيت المساحة دي البنزيمة طب نكمل الكورة ايه اللي حصل الكورة دي كاسيميرو المفروض ان ميسي كان بيزيد عليه شوية شبه شوية دور مصطفى محمد على اللعيب نمرة 6 هتلاقي ان ميسي سهي شوية عن كاسيميرو كاسيميرو تحرك في ظهره لما كروس نزل اده كورتواء نكمل اللقطة اللي بعدها هتلاقي ان كورتواء بيدي الكورة كاسيميرو ريال ما دريد تلعب الكورة بيال ما دريد هنا قدر ان هو يعدي من خط الدفاع الاول بتاع باريس الكورة ريحت لكاسيميرو علشان ده كاسيميرو علشان ده مش لوكا مودريت هتشوف في الصورة الجايه هو عمل ايه الكورة دي لو مع مودريتش يا كريم كان لف خد الاستحواز وتلعب بيها لقدام هو اسهل حاجة رح حاطتها الماندي ماندي مش في الفورما زي ما بقولك التحولات كانت كويسة في بعض الاحيان لكن الاداءات الفردية مكنتش على المستوى هتلاقي ماندي هنا بص كاسيميرو دي بتعمله ايه بيقوله العب قدام ماندي رايح عليه اتنين دي ماريا واه اعتقد دافيراتي بيرجع الكورة الورى الصورة اللي بعدها بتقلب لديفنزيف ترانزيشن ريال ما دريد في حالة تحول دفاعي بعد ما كان في تحول هجومي فده فكرة ان انا كاسيميرو هو اللي تلعب الكورة مش مودريتش ان كروس ما كانش هو اللي بيطلع بالكورة كاسيميرو ان ماندي ما قدرش يطلع الكورة الفينيسيوس زي كل اللعب طب تعالوا نشوف اللي بعدها برضو لقطة من لقطات البلدوب دي نفس لقطة البلدوب اللي اتعملت نفس الضغط العالي لكن في حالة برضو الضغط العالي ريال ما دريد قادر ان هو يبقى عنده واحد في نص الملعب خلف خط الدفاع اللي هو كاسيميرو كروس و مودريتش هنا نزلوا عشان هم اللي يستلموا ويطلعوا بالكورة في الحالة دي كاسيميرو فد يهوبا فقدر كورتوا بمهارة عالية جدا ان هو يوصلها لكاسيميرو او لبنزيمة اللي عليه النجمة بنزيمة قدر ان هو يسحب نفسه ويعمل الدور اللي بيعمله على طول ان هو يستلم الكورة هتشوف في الصورة اللي جاية بنزيمة نزل سلم الكورة هنا كام على كام هنا اربعة على تلاتة لكن بنزيمة لعبها برأسه لكاسيميرو غلط فقدر الاستحواز لو بنزيمة كان في يوم ومش مصاب قدر ياخد الكورة على سيدرو يحطها على الارض الكورة دي تلعت لفينيسوس تلعت لماركو أسينسيو تلعت في القلب الكاسيميرو هتروح اربعة على تلاتة فقال ريال مدريد كان سيء لكن ما كانش بالسوء اللي الناس قالت عليه ما كانش بالسوء اللي الناس وصفته انا ما اتفل معه بفكرة شخصية لا ريال مدريد لازم يلعب بالكاركتر اكتر من كده وعندنا حالة تانية بسعالية تاخد رأيه برضو انا معاه في حتة الكاركتر لكن انا هشوف بقى في لقطات تانية انا لو كنت فتحت الملعب لا كانت النتيجة هتجبر لان في كواليتي لعيبة اعلى مني في سرعات اعلى مني